موسيقى فمكبرات قسم السوق بناتهم بعد 2011 طلعوا برشا رجال أعمال موجودين في السوق وهم اللي احتكروا لأنفسهم التوريد حتى على حساب الصناعة المحلية وعلى حساب الصناعة المحلية ونعطيك مثال السكر نحكيلك على مثال زيت النبات وعلى حساب الصناعة المحلية التي حصلت على زراعاتها في تونس الناس هذوما تدقوا في السوق المحلية من جراء التوريد العشوائي وفم بلدان بلعت الاقتصاد الوطني نحكيلك على الشين ونحكيلك على تركيا وغيرها وفكت يقع التفكير إلا في البرونية هذه قداش تدخل لجيبها وقداش نجم تموّل الأحزاب وما يتهمش في المواطن البسيط أنا مش نجي الجانب الاقتصادي ديما كوحابة تركز ديما على الجانب الاقتصادي نحن في قانون مالية 2022 كانت تفكر ولكن شوفته قريتو سيورك قريتو عملنا أحكام اللي هي ضبطنا قائمة من المنتجات اللي هي رفعنا في المعاليم الديوانية إلى حدود المعاليم المثبتة في طار بنظمة العالمية للتجارة معناها وصلت حتى الـ 50% هذي الكل وشنو حماية للإنتاج الوطني باش نحفزوا الإنتاج الوطني باش يكون معناها في مستوى المنافسة ولهذا معناها المواد الأساسية الاستهلاكية المواد الكمالية اللي تحكي عليها انت اللي هي قاعدين هوم اقتصوا فيها ويجيبوها ويكسروا بها في الإنتاج المحلي إن شاء الله مش تنقص التوريد متاحها وبهذا نطوروا الإنتاج المحلي ونتوروا التنافسية ونزيدوا في الإنتاج المحلي وفي الإنتاجية ونوليوا ونصدروا ونخلقوا مواطن الشغل ونزيدوا ونستثمروا هذه معناها بشرة للتوانسة خاصة للإنتاج المحلي ونحبوه المنتاج المحلي يكون منافس لهالبضاعة هذية اللي ما حشناش بها بالنسبة لاتفاقيات خاصة نظر التونس واللي هوم يجيبونا في مواد واحد إن شاء الله نحن نخمو بتباعة مع التنسيق مع وزارة الخارجية ومع رئيس الحكومة ومعناس الكل ونقيموا التجارب الكل بما فيها تفاق شركة من الأتحال الأوروبي ونشوفوا ما أعطانا ونشوفوا نحن نحن نحبوا استثمار ونحن نحبوه التبادل مع سلاع وبضاء كهو نحب نحبوه نحن نزيد استثمر كما عملت العديد البلدين حتى البلدين المجاورة يجي استثمروا في تونس نحبوه خلق المشاريع ووقتها نخلقوا مواطن الشغل ووقتها نوليو نونجو ونحبوش سلاع بركة ونحبوش رواحنا سوق نحن نحبوه رواحنا ننجو ونمشيوا لإفريقيا ونمشيوا للبلدين الأخرى ونكتسحوا الأسواق ونمشيوا الأسواق جديدة إن شاء الله مع الإمارات إن شاء الله عنا ومعناها تفهمنا معهم إن شاء الله فما حاجات جديدة وش يرجعوا يستثمروا وترجع المشاريع لتونس في السياحة في غيرها من المجالات مثلا الصناعات الغذائية وكذلك في بعض المشاريع كما بن جردين وغيره إن شاء الله مش ترجع بالشراكة مع الرجال الأعمال الإماراتيين وصولة الإماراتية إن شاء الله نختم معك بالإيجابي هل خبزة الجاتو التي كانوا يتمتعون بها انتهت في 2022؟ إن شاء الله مش تنتهي بالنسبة لي أنا متفئلة جدا ولن نترك لهم حتى معناها نفس أحنا مع قطعة طريق على المستكرشين ومع المهاربين وبرنامجنا متواصل بالتنسيق ما بين كل الوزارات المعنية للوقوف ضد في وجه هؤلاء معناها لقاعدين يغليوا في قوت المواطن يلعبوا بقوت المواطن لن نتركوا لهم سبيلا وسنكون إن شاء الله في الموعد وإن شاء الله نرفعوا التحديات وملادنا ترجع كما كانت وعزيزة وغالية إن شاء الله الرقابة ستكون للمواطن لا لمصالح البرونات؟ بالطبيعة، هذه الرقابة رقابة جدا للمواطن مالا لن نتركوا هؤلاء مصلحنا للمواطن مصلحة هي مصلحة تونس ومصلحة تونس هي مصلحة للمواطن التونسي لم تقضي لم تقضي البرونات ستكون للمواطن، مستجر شمح مهمة؟ حتى أحد عمرنا محمينا حتى أحد أحوالنا لن نحن لغير حتى أحد مستثمرين الحقيقيين الذين يخلقوا الثروة ويخلقوا مواطن الشغل الذين يعملوا استثمار والذين يعملوا التصدير الذي هو محرك نموه حاجتنا بتصدير إحنا بش نخرج للبرة بش نرجع ونستثمروا بش بلادنا ترجع بش مستوى النمو إحنا توحتين 2.6 في قانون مالية لده 2022 نحبوه يوصل حتى 3.6 و 4% وإن شاء الله بش نوصلوا له